موسيقى بعدما قضى اثنين وثلاثين عاماً في عالم التدريب حتى المدرب البرازيلي أرثار برنامس ريباس دا سيلفا فيلو رحاله في حلب مدرباً لرجال الاتحاد بعقد يمتد موسماً ونصف الموسم مع صلاحيات ومهام كبيرة تتطلب منه الإشراف على الكرة في النادي وتأهيل المدربين موسيقى ولد أرثار دا سيلفا عام 1955 في مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية وبدأ مسيرته التدريبية عام 88 مع عندية برازيلية عدة وحقق مع نادي سبورتريس بي بطولة برنامبوكانو البرازيلية عام 1991 ثم توجه إلى البرتغال لموسم واحد وبعدها إلى العالم العربي يبدأ مع نادي الرياضي السعودي ويحقق صحبة النادي وصافة بطولة الكأس المحلية عام 96 انتقل في الموسم التالي إلى نادي الوصل الإماراتي وأحرز معه بطولة الدور للدرجة الأولى عام 97 فيما بعد تنقل برنانديز ما بين البرو وأنجولا وتايلاند وكوريا الجنوبية والكويت حيث درب نادي الكويت الكويتي موسم 2009-2010 وأحرز معه كأس الاتحاد الكويتي وبطولة كأس السوبر عام 2010 آخر تجاربه في العالم العربي كانت مع المجزل السعودي الذي تركه بعد أن هبط إلى الدرجة الثانية لعدم تزديد رواتبه محطته الحالية مع الاتحاد الحلم الذي تعقد جماهيره آمالها على البرازيلي بأن يتمكن من إعادة أمجاد النادي يوم كان تحت قيادة الروماني تيتا فاليريو سنة 2010 ويوم كتب اسمه بأحرف من ذهب كبطل لكأس الاتحاد الآسيوي